السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن نواصل ايها الاحباء الكرام التأمل في صور القرآن الكريم وآيات الله الدان له على وجوده والتي تحمل رسائل وتحمل دلائل فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبب نزول هذه السورة المباركة في كتاب الله تعالى وهو أن الإسلام لحد الساعة لا زال غريب وقت نزول هذه السورة المسلمون كانوا قلة وكانوا مستضعفين في الأرض وهذه الفترة تسمى الفترة المكية فالقرآن المكي كان يركز على قضايا الإيمان وعلى قضايا اليقين لم يكن يتكلم بتاتا عن الحلال والحرام لا يتكلم عن الأحكام الشرعية من واجب ومباح ومكروه ومستحب لا يتكلم عن شيء من العبادات والمعاملات وإنما غايته أن يبني الإنسان من الأعماق يبني الإنسان من الداخل وبناء الإنسان لابد أن يبدأ من العقيدة نحن كثيرا ما نطرح في حياتنا اليومية هذا الصراع الذي نراه بين الناس في مختلف المواقف صراع سياسي صراع نقابي صراع اجتماعي صراع ايديولوجي صراع عن الأسبقية صراع عن الهوية كل هذه الصراعات إذا أردنا أن نحسمها فمنهج القرآن الكريم يعلمنا أن نبدأ بالإنسان نبنيه من الداخل وأي بناء للإنسان من الخارج فنحن نضيع الوقت ونهدر المال العام وجميع الخطط والإستراتيجيات ستبوء بالفشل وفي أحسن الأحوال ستأتي بنتائج هزيلة القرآن الكريم يعلمنا لكي نقوم ببناء الإنسان وببناء المجتمع علينا أن نهتم بالجوهر ونهتم بالعمق هذه الصور التي نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تهدف أن تعلم الإنسان من هو لكي يفقه داته ثم تربطه بربه عز وجل ليعلم بأن لهذا الكون مدبر ومراقب ومحاسب وأيضا تعلمه أنه سوف يموت قريبا وينتهي كل هذه الصفسطة وكل هذا الجدال وكل هذا الصراع سينتهي حتما بالموت ولكن الموت ليست هي النهاية بل هي بداية لحياة الخلود الأبدي فنجد القرآن المكي يتحدث عن القبور ويتحدث عن الأرواح ويتحدث عن الأموات ثم يتحدث عن البعث ويتحدث عن النشور ويتحدث عن الحساب والعقاب والجزاء كل هذا وهو يحكي عن قصص الأنبياء وقصص المرسلين هذه الصورة صورة العاديات يحكي فيها ربنا عز وجل عن موضوع مهم إنه يقسم بالعاديات من هم العاديات؟ الخيول القصة كله تتكلم عن الخيول لكن بهدف سامن هدف كبير آخر له ارتباط بالإنسان كان ربنا سبحانه وتعالى يريد من المشركين ومن الجاحدين أن يؤمنوا به فكان يدلهم على الآيات الدل على وجوده يا ما دلهم عن القمر والشمس والكواكب والنجوم دلهم عن البحار والأنهار والأشجار دلهم عن الأنفس ولكن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون شيئا ربنا عز وجل أنزل وأقسم وقال والسماء والشمس وضحاها قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يخشاها والنهار إذا جلاها أقسم بكل مضاه الكون والضحى والليل إذا سجى أقسم كثيرا الآيات السابقة التي درسناها أيها الأحباب الكرام دائما ربنا عز وجل يلفت انتباه هؤلاء الجاحدين والمشركين إلى مضاه الكون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ولكنهم دوما يرفضون الانتباه يأبون أن يرفعوا رؤوسهم لينظروا هنا وهناك ويتأملوا في ملكوت الله إنهم لا يرفعون رؤوسهم إلا للاستكبار على عباد الله المستضعفين انظروا إلى رحمة الله ربنا عز وجل سيأخذ بهم خطوة خطوة منهج التربية القرآني إنه يسير مع الإنسان خطوة خطوة حتى وصل به لكي يدله على قوة الله وجلال الله دله على أقرب شيء مرتبط به فالرجل العربي كان أقوى ارتباط له كان بالحيوان وبالخيل خصوصا الخيل فهذه الآية العاديات نتكلم عن الخيل وكأن الله تعالى يقول أيها المشركون إذا لم تكونوا ترفعون رؤوسكم للتأمل في ملكوت الله وجلال الله وهذا الكون الفسيح الدقيق الدال على وجود الخالق وهو الذي أنزل القرآن إذا لم ترفعوا رؤوسكم للأعلى انظروا إلى ما هو أقرب إليكم انظروا إلى الحيوان القريب الذي خلقه الله لكم انظروا إلى ذلك الفرس انظروا إلى الخيل هذا الخيل قريب منك انظروا كيف صممه الله تعالى وجعل له حوافر وجعله دنيا قوية متماسكة ورأس مستطيل وأدنين وعينين وشفتين وقدر على العدو السريع ومطيع مطيع تأمره فيأتمر وتناه فينتهي ويحس بك ويشعر بك من خلق هذا الخيل من خلق هذا المخلوق انه الله سبحانه وتعالى فيقول ربنا عز وجل فيما اطلع السورة والعاديات ضبحا فالموريات قضحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا مشهد تصويري فني رائع ربنا يحكي لنا عن مشهد الخيل وهي التجري وتعدور اما في الحرب واما في التجارة واما في الرياضة او في غيرها من الامور والعاديات ضبحا العاديات من العدو فيتعدو كثير تجري وتركد فالخيل معلوم انها لها قدرة عظيمة على الجري السريع والعاديات صفة من صفتها ضبحا معنى ضبحا ايها الاحب الكرام ان ربنا سبحانه وتعالى يقصد انها الصوت الذي يصدر عن الخيل الضبح هو ذلك النفس الذي في الصدر ذي الخيل لما كتوقف وكتلق وحد النفس في صدرها وذلك حينما تجري كثير او ترغب في الجري كتسمى وحد الصوت حال المطور خدامة عندها في نيوفا وفي صدرها ونفسها هكذا معناه والعاديات ضبحا فالموريات قدحا معنى انها لما تجري اعطاها الله حوافر قوية كتربع ولا كتلت وهذا الخيل تحت من الصبض يلها هو ذلك النحاس او ذلك الحديد الذي في حوافرها لما يصطدم بالارض فانه يثير اشعال النار ادرام النيران فيتقضح النار من صلابة الحوافر فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ان واحد نوم الخيل هي دل جهاد كانت تغار صباحا المغيرات ان كان العربي يستعمل الخيل في الحروب وليس العربي فقط كل الامم ايام زمان الفرس والروم وكل الامم كانوا عندهم حروب فيها الخيل وعادة الاغارة تكون بالصباح الباكرة الاغارة لا تكون بالليل حتى في السيرة النبوية الشريفة لما كان النبي الكريم يهجم على بعض القبائل الكافرة وكان يقيم عليها الحجة ويبعث لها الرسل ويبعث لها الدعاة ولكن حينما لا ترتدع كان يأتي بالصباح الباكر فاذا سمع الاذان علم بان هذه المنطقة مؤمنة واذا لم يسمع الاذان علم بان هؤلاء القوم ليسوا بمؤمنين فالاغارات عادة تقع في الصباح الباكر فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعة أي أن هذه الخيول بحوافرها تثير نقعة يعني غبارا لما ترى الخيل كدقى دائما الغبار حلفها مكر مفر مقبل مدبر كجلمود سخر رماه السيل من علي هكذا وصف الشعراء أيام زمان هذا الفرس وقدرة على الحركة من هنا وهناك فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة أن الخيل يسيرون ويدخلون إلى الجمعة إذا كان هناك معركة الخيل لا يبقى في الهامش أو عن يصار أو عن يمين بل إنه يتوسط المعركة فوسطنا به جمعة لأن فيه الفرصان فيه الأقوية وهذه الخيل ربنا يصفها وأعطاها هذا المقام ثم أخبرنا بأن هذه الخيل هي من أثر نعمة الله عليكم أيها الناس فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون ربنا يمتن على الإنسان أيها الإنسان إذا لم تنظر إلى النجوم والكواكب والأفلاك والسماوات والأراضي من حولك أدل على وجود الخالق المستحق للعبادة فانظر على الأقل إلى البهائم التي حولك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون انظروا كيف دللناها لكم جعلناها دليلة تأتمر بأمرك وتنتهي بنغيك ثم منها ركوبكم ومنها تاكلون هنا استدل بعض العلماء جواز أكل لحم الخيل لأن فيها الركوب وفيها أيضا الأكل إذا كان هناك أدطرار فالنبي الكريم أيضا صلى الله عليه وسلم كان يقول الخير معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة كل الخيول معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة حتى قال صلى الله عليه وسلم الأجر والمغدم يعني الخيل إما تقود فيها الأجر بالتواب لأن حتى يتجاهد مثل المجاهد وتفرح لنصره حينما ينتصر وتحزن لانهزامه حينما ينهزم وتبادله المشاعر الراقية الراقية عظيمة الخيل وغريبة جدا إلى أن قال هي الخيل معقود على ونواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغدم إما الأجر والتواب عند الله وإما المغدم كتربح لي عنده دبشي خيل يرادي ما ربح الخيل صفقة تجارية مربحة لكن بشرط أن الإنساني تعهدها بالنفقة لا يبخل عليها الخيل كتبغي النفقة كتبغي الإكرام كتبغي العلاج كتبغي النظافة كتبغي الأكل كتبغي الحماية والرعاية والتدريب فينفق عليها صاحبها ولكن كل أخير إما تعطيك أجر وتواب وإما تعطيك مغنم تربحه من خلفها وحيثما كان الخيل قدلقى القبيلة عند الخير الخير نحن نلاحظ في بلادنا عندنا مواسم دي التبوردة وكتبغي الإنسان ينفق على خيله أكثر مما ينفق على ابنه ويتعلق بخيله وفرصه أكثر مما يتعلق بزوجته لأنه يحبه حبا جما وفي بركة أن لما يكون الخيل وكتبغي العناية به خصوصا ذلك الخيل ليستعمل في طاعة الله إما في الرياضة وإما في مهرجانات للترويح عن النفس وإما للجهاد في سبيل الله هذه الخيول كلها موطن للبركة حيثما حلت هنا البركة يقول قل العمزين حيثما كان الخير الخيل هناك الخير فلماذا ربنا عز وجل يتكلم في قرآنه العظيم الذي هو كتاب عبادة ومنهج للحياة ومنهج للإيمان لماذا ربنا يكلمنا عن الخيل الجواب يأتي في السورة يقول والعاديات ضبحة فالمريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعة فوسطن به جمعة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد كل هذه المقدمة لها غاية وإن الله تعالى يصل إلى الإنسان القضاء الأخرى كلها وسائل لكن الهدف هو الإنسان ما لهذا الإنسان؟ ربنا يقسم بالخير بالخيل إلى أن يقول إن الإنسان لربه لكنود هذا هو المقسم عليه المقسم عليه هو الإنسان معنى لكنود كنود يعني يعد المصائب الإنسان في واحد صفة غريبة أنه دائما يبكي ودائما كنود حزين يندب حظه التعيس أن ما عندي زهر أن ما عندي حقوق حينما يتكلم عن الحقوق يقول أنا مهضوم أكلوا شبابي وأكلوا أموالي وإذا جاء الحديث عن الواجبات تجده يتملص ويتراجع إلى الوراء هذا هو معنى الكنود يعني يكون جحود وكفور ومانع للخيرات إن الإنسان لربه لكنود يعني ينسى نعم الله لسولته كتقول لك دي الأحوال ديالك يقول لك الحالم ربي اللي يعلم بها يقول لك الحالم كفسة الوضعية متأزمة الكريدية من كل شانب المرام قلقة الأولاد معصبين الخدمة غادي الأسهم في أسفل سافلين والوضعية كلما فميت شاف دائما يقول الأسوأ إن الإنسان لربه لكنود قليلك يقول الحمد لله والشكر لله على ما أعطى الله قليلك يقول لك ربنا أكرمنا الحمد لله الحياة زينة واش وقع في ملك الله ااش غد يوقع جع في ملك الله لن يقع إلا الخير اللي وقع في ملك الله وأن ربنا عز وجل اسمه الحي القيوم يتكفل بالخلق أجمعين ربنا يمسك السماوات والأرض أن تزول ردب وحدة قيمة عظيمة رفع السماء بغير عمد ترونها ما كلا بودرات ولا وسائل وقائية السماء سقفا محفوظة والشمس والمياه والغبات والصيد والبحار والفلاحة والخيرة في كل مكان الإنسان لا يرى هذه النعم لا يرى السمع والبصر والفؤاد لا يرى الروح الطاهرة لا يرى قدرة على الحركة والإبداع قدرة على الكلام والحوار نعم 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 لكن الإنسان لربه لكنود ديما مقلق وديما جاحد للنعم وغير ما كنش غير الأزماء غير الله يحفظ الله يستر هكذا المعنى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد على من تعود هذا الضمير؟ قيل يعود على الإنسان الإنسان الشهيد على نفسه كل واحد فينا لما يختلي بنفسه يعلم بأنه ما هي الواجبات وما هي الحقوق ثقافتنا في عصرنا هذا الكل يطالب بالحقوق الكل مهضوم والكل مظلوم لكن من يتكلم عن الواجبات؟ منا الواجبات ننساها الواجبات نغفلها وبل نضنها مكاسب مكاسب حصلنا عليها ولا داعي لأحد أن يقاسمنا فيها لكننا نطالب بالحقوق حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنسها ولو أعدموني ثقافة أصبحت عندنا منتشرة في أوساطنا وكذا تنسينا نعم الله تعالى وتنسينا أننا ممكن أن نصل إلى مبتغانا بأشياء أخرى أكثر سلمية وأكثر حبية وأكثر حوار إذا كانت القلوب صافية ما فيها أطماع وما فيها جشع وإنه على ذلك الشهيد قيل الضمير على الله هو الذي شهيد الله يشهد الله يشهد بأن هذا الإنسان كنود منذ أن خلقه الله للحب الخير لشديد إنه دائما مناع للخير ويريد المزيد لكي يمن تملكهم وإنه لحب الخير لشديد المفسرون سمّوا الخير هنا أغلبيتهم قالوا هو المال الناس يحبون المال يحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد كلنا يحب المال الإنسان ما كيتهمنا وما كيرتاح حسيك يكون عنده كونت بونكاغ عمر في واحد الأرقام كتيرة أصفار عني اليمين تكون كتيرة عاد كيرتاح إلا ما عندوش هاد الكونت بونكاغ دي منك يشعر بأنه بأنه مهدد بالفقر ومهدد بالضياع بل منهم لا يقنع بحساب بنكي واحد يصطنع مجموعة حسابات بنكية بش يالله يرتاح بل منهم من لا يقنع بأبنك بحساب الداخل الوطن يبحث بها عن خارج أرض وطن ومن يدري غدا أو بعد غدين تقع أزمة أو يقع إنفلت أمني فليأخذ طائر وليهاجر وليجد هناك عنده عنده دائما الاحتياطات ومنه من يقول المال لا ينفع نحن نتكلم اليوم عن تعويم الدرهم قد يكون عندك مئة مليون لما يعوم الدرهم فينهزم ويهبط إسوار عشر مليون ما بقى عنده قيمة إذن امتلك الأرض فكيقول لك لتلفش للأرض الناس يتهافتون على اقتناء الممتلكات العينية بوقع أرضية شقق فيلات لأنه يحب ذلك ما كيرتاح حتى يكون عنده وحد الأسماء كثيرة في المحافظة عاد كيرتاح وهو يدري ويعلم بأنه يجمع لماذا الدنيا دار من لا دار له ويجمع لها من لا عقل له هكذا كان يقول النبي صلى الله وسلم اجري مجريتي فالدخل ما قدم عكواله الإنسان يحب هذا المال كثير ولكن ينسى بأنه لن يأخذ معه أي شيء من هذه الأموال لهذا يقول رب العزة بعد ذلك إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعتر ما في القبور وحصنا ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير ربنا يخاطب الإنسان أيها الإنسان هل تعلم أنك بعد هذا الكدح وهذا الجري وأنك دخلت الانتخابات كتقلب على مسؤولية ممكن عندك يد في المال العام وأنك تبحث عن السلطة باش تكون عندك قدرة على تطبيق وتنفيذ القوانين بمكالمة هاتفية وأنك دخلت إلى علم التجارة وسوق المال والأعمال لكي تكسب أكبر قدر من الأموال وأنك صاهرت الكبراء من أصحاب القوم حتى تكون من المتهربين من الضرائب وأنك وبعدين وبعدين كيف يقول المصريين ولا قبلين في الأخير كله إلى زوال يكفي الإنسان أنه يزور المقبرة فيهد بأن كل يوم نقوم بدفن المئات بل الآلاف من الناس أشكال وألوان لا أحد منهم يأخذ معه أي شيء لا أموال لا سلطة لا منصب سواء المساواة الحقيقية التي يطالب بها المناضلون تقع عند الموت سواء كانت مقرر قانونا أو لم تكن مقرر لا يهم هناك قانون السماء أعظم ينطبق على الجميع لا يستثني أي أحد هذا معنى قول الله تعالى أفلا يعلم إذا معتر ما في القبور يعني هذا الإنسان الذي لربه لكنود لهو دائما يعد المصائب ودائما مقلق ودي ما كنس النعم ديالربي وكي تفكر غير المصائب اللي وقعت له وكي يجمع المال يحب يجمع المال باش يفتخر وباش يتكبر على الخلق أفلا يعلم إذا بوعثيرا ما في القبور كلمة بوعثيرا ما في القبور مخيفة مذهلة يعني القبر وفي ذاك العقل الإلكتروني وفي ذاك العقل الإلكتروني صغير جدا كي يتكبر على الخلق يعني كي يجمع ذاك الترابل الداخل ويقوم بطرد من بالداخل إذا بوعثيرا ما في القبور وحصي لما في الصدور هذك غير جتا هذك الجتا جتابل هذك الجتا كتلح لكن المهم ما في الصدر يعني لا بيس بحل وحد الحاسوب كبير وفي ذاك العقل الإلكتروني صغير جدا ذاك الابيس صغيرة الحجم هذك المهمة الشيناك ورقيت بالدلدغية هو لبوات نواغ لبوات نواغ في الطائرات هي السر كله كذلك الإنسان السر دي له فين كين في الصدور الصدر ديالك هو اللي مخبي فيه الله تعالى الحقائق ديالك من أنت هي الإنسان ما حقيقة إيمانك ويقينك وما حقيقة أفعالك احتى واحد ما يقدر يعرف إقدر الإنسان يزين ويخفي العيوب دياله ولكن الله تعالى مطلع على الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذن لخبير يوم القيامة ربنا عز وجل يكشف ما في الصدور تنشر ما في الصدور تنشر مثل المنشورات نحن اليوم عندنا زمن الفضائح عن طريق الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لذا شي حاجة خيبة غدا يلقاه في الانترنت الفضائح في كل جانب يتحدث الناس عن كل شي خطأ بسيط ديروا غدا تلقاه في الانترنت بتعليقات متعددة هذا غالبشر يوم القيامة ربنا عز وجل ينشر ينشر أعمال ومعاملات الخلق وكيبدأ بذلك الناس اللي مكيستروش ذلك الناس اللي فيهم كيحبوا الفضائح في الدنيا كيبغوا يفضحوا الآخرين هم اللوني كيبدأ بهم كما تدين تدام وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يعني الله تعالى خبير في كل وقت وحين لكن ذلك اليوم الله تعالى يشهد كل واحد منا على أعماله الصورة المباركة صورة العاديات هي صغيرة الحجم فيها دلالات ما هي الرسالة التي يريد رب العزى أن يبلغها لنبيه أولاً وصفيه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أنزل عني القرآن أول مخاطب هو سيدنا النبي لأن سيدنا النبي لك الساعة كان باقي مستضعف وداره مفاوضات وقالوا لي يا محمد ما لك على هذه المشاكل كلها بريتي شيء منصب نعطيك المنصب إذا أردت ملكاً من لك نكا علينا بريتي نزوجك نزوجك إذا أردت نساء أجمل لجميلة نعطيهم لك بريتي المال نعطيك التروى نعطيك نجعلك أكثرنا مالاً أش بريتي يا محمد فربنا عز وجل كي قل نبيه إحضر عندك تغتر بكلامهم عندك راس المال الحقيقي راهو الإيمان اليقين الشيء له اللي كتشوفه غير مزيف راه الرزق بيد الله والعطاء من الله والمنع من الله وكل وعد عنده شي حاجة أربي ممكنه أغدغي نزعه منه ولكن ناضر كيف تسمعون فكي قل يا محمد تذكر إذا أبو اعترام في القبور فسيدنا النبي هو أول واحد كي اسمع هذا الآيات كان يبكي ويخشع ويخضع فيأتي إليه أمه ويقول يا ابن أخي لماذا تكلفني ما لا أطيق خود العرض يا لمهنين يقول لا يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه قوة الإيمان صنعها الله تعالى في قلب نبيه وصفية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم المخاطب رقم اثنين بهذه الصورة وما الصحابة المستضعفين بعد الصحابة كانوا كي جعل سيبنا النبي يقول يا رسول الله احنا ضعافة احنا فقارة احنا عبيد يقول لهم اسبروا وصابروا وانتظروا حتى يأتي فراج الله ما تبقوا شكيو يا صحابة أنتم صحابتي ربنا اختاركم مصطفاكم معي ما تبقوا شكيو تشكيو تقولوا احنا مع الدنيا احنا فقار احنا مظلومين رفل الله خار اقول شبه بحل بحل رالا غني ولا فقير على سواء على الدنيا ما هي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ضار من لا ضار له ويجمع لها من لا عقل له العقل يرتدع الخطاب ايضا كما هو موجه لسيد النبي بالدرجة الاولى ثم لصحابته هو موجه للامة الى قيام الساعة نحن ايضا مخاطبون بذلك كل واحد فينا ايها الاحباب الكرام عليه ان يراجع نفسه ما تنتظر حاكم او قاضي يحاسبك حاكم نفسك حاسب نفسك بنفسك كل واحد منا يحاسب نفسه ويقول يا نفس ماذا فعلت بي والى اين اين تأخذينني فاذا حاسب نفسه غادي يكون غادي يكون مرتاح الطريقة بسيطة جدا الطريقة بسيطة ايها الاحباب الكرام وهي ان الانسان يزور المقبرة بين الفينة والاخرى كلما شعر بان قلبه قاسم وشعر بانه يحب الدنيا وشعر بانه يريد ان يصن الى اعلى المستويات وما مكهمش المشار هذه اللحظة يعربي ان قلبه صار قاسيا عليه الدواء الدواء ليس بالدلان تدبع عن طبيب او تدبع عن دفقيه او تدبع عن دواعد لا الدواء احسن دواء زر المقابر الهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر زروا المقبرة وسوف ترى بان الناس قد توفوا وقلبك غادي شبع وغترجع وغتلقى اطفال صغار توفوا وغتلقى شباب توفوا ودخأوا ناس اصحاب جاه واصحاب مقامات كانوا يقولون انا وانا ونفسي ونفسي كلهم الى زوال المخاطبون بهذا القرآن العظيم مروا في التاريخ خمسة عشر قرنا قبلنا قرأوا هذه الصورة فهموها منهم من من آمن بها وخضع لها ومنهم من رمها خلف ظهره وكلهم ميتون ونحن أودا سوف نموت لكن العبرة بماذا بالعمل الصالح على كل واحد منا حينما يقرأ القرآن الكريم ويمر على هذه الصورة والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعة فوسطن به جمعة إن الإنسان لربه لكنود قل يا رب أنا إنسان من اليوم لن أصير كنودا لن أعد المصائب لن أقول ما عندي زهر لن أقول أنا محجور لن أقول أنا ضيع لن أقول غير كالنقل القوة تسنى والموت من قل هذا الكلام أن قل يا رب نعمك علي كثير وهبتني الحياة وهبتني الإمام أعطيتني السمع والبصر وعطيتني الصحة والعافية وعطيتني نصيب من الرزق يا ربي بارك لي إن كان قليل فبارك لي فيه يا رب يا كريم إن كان قليل فكتره وإن كان كثير فبارك لي فيه وأقنع بما قسم الله تعالى وأشمر عن ساعدي وأواصل العمل الدنيا دار عمل ليست دار جمع للأموال هي دار عمل دار عبادة وسجود وركوع وفعل الخير ومد المساعدة للمستضعفين وإغاثة الملهوفين والعمل لما ينفعك يوم الدين أما مجرد التزويق والتنميق والبهرجة فإنها مثل فرقعة صابون سرعان ما سوف تندتر ومثل زبد البحر سرعان ما يمضي إلى حال سبيله أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد